وبنرجع معاكم عشان نتابع مجلس الشيوخ النهاردة بيقوم بأول خطوة لتأسيس كيانو التشريعي في الجلسة الافتتاحية اللي بتتم بعد دعوة السيد الرئيس للمجلس للانعقاد وده بعد ما طبعا انتهت الانتخابات المتعلقة بمجلس الشيوخ اللي تم فيها اختيار 200 نائب وتعيين الرئيس لمية من الأسماء الهامة جدا في مختلف المجالات عشان يكون فيه تمثيل قوي لكل فئات المجتمع المصري في الغرفة التانية للبرلمان اللي ان شاء الله بإذن الله هيكون لي دور مهم في دفع الحياة النيابية في مصر مع الاختصاصات كمان الجديدة زي ما شرحناها لحضراتكم قبل كده المجلس الشيوخ واللي بتخليه اكثر فاعلية وقوة ودعم لنظام التشريعي في مصر كل ده هننقشوا معه ضيفنا اللي بينضام إلينا عبر اسكايب الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب أستاذ عبد الجواد صباح الخير على حضرتك صباح النور على حضرتك وعلى سيدة المشاهدين أهلا بك خليني في البداية أسألك عن هذه الخطوة الخطوة المتعلقة بمجلس الشيوخ والجلسة الافتاحية اليوم بعد دعوة السيد الرئيس للمجلس للانعقاد ويعني بكل تأكيد هذه الجلسة الجلسة الافتاحية بيكون لها ملامح أهمة جداً ومنها أنه الناس بطرم وممثلينها بيتعرفوا على ممثلينها أكتر في مجلس الشيوخ بيتم اختيار رئيس المجلس والوكلاء أمور كثيرة جداً تتعلق بهذا اليوم على وجه التحديد صحيح يمكن الجلسة الافتاحية حيرقصها الفريق جلال هريدي باعتباره أكبر الأعضاء سناً ويعونوا أصغر الأعضاء الجلسة ستصير كالتالي هيبدأ بتلاوة القسم الفريق جلال هريدي باعتباره رئيساً للجلسة ثم المعاونين له في إدارة الجلسة ثم بعد ذلك الأعضاء كل يتلو القسم منفرداً ثم ستشكل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ لأنه بلا لائحة حتى الآن ويسير على اللائحة الموضوعة لمجلس النواب لحين إعداد اللائحة الخاصة به وده يمكن أبرز الأمور اللي هتتم النهاردة في داخل الجلسة الرئيسية والافتاحية لهذا المجلس اللي قاتى ليه يكمل الصورة التشريعية فيما يتعلق بنظام الغرفتين خلينا أقول لك أستاذ عبد الجواد أن لو بننظر لملامح هذا المجلس فاحنا بنلاقي أنه فيه تنوع لعضاء مجلس الشيوخ بتخصصات مختلفة في مختلف المجالات أيضاً كان فيه مراعاة فيما يتعلق بالمعينين من قبل رئيس الجمهورية فيه تمثيل قوي وبدون تعصب للمرأة وتواجد أيضاً بإختيار سيدات هم في مجالات مختلفة وذوي الخبرة كمان متواجدين بقوة في هذا المجلس سهيء يمكن زي ما حضرتك تفضلت فيما يتعلق بالتعينات دايماً بتبقى جاية من ترشحات الجهات وليست من قبل الدولة يعني الكنيسة بترشح الأزهر بيرشح الجامعات بترشح الوزرات المختلفة وغيرها من الهيئات علشان كده هذا التشكيل بيبقى متنوع وممثل لكل القطاعات في المجتمع بشكل كبير جداً ويمكن التواجد هنا يمكن التواجد الشبابي يبارس بشكل كبير جداً وده يدي انطباع أنه المجلس ليس قاصراً على الشيوخ لكنه مجلس شيوخ بروح شباب التواجد زي ما حدك تفضلت حتى فيما يتعلق بالشخصيات الذاتة الخبرة الكبيرة هي متنوعة بشكل كبير جداً تغطي مختلف التخصصات ودايماً التعينات بتيجي بعد مرحلة الانتخابات لأنه بينظر إلى ما أفرزته الانتخابات ثم يتم استكمال هذه الصورة عبر التعينات لأنه ممكن يبقى عندنا قطاع أو آخر ما هواش ممثل بشكل كبير جداً نوع من الخبرة مش موجود فالتعينات بتتلافى هذا القصور بشكل كبير جداً وممكن شفنا أنه كل ما تم تسريبه من قبل عن هذه التعينات كان مجرد تسريبات ليس لها أي علاقة بما أصدره السيد الرئيس والتعيين المئة عضو قبل يومين